الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فهذا هو مشروع مزرعة الخير وهو مشروع متكون من حفر بئر ارتواز وعمل مزرعة خيرية أيها الأحبة يصرنا أن نهنئكم ونهني جمعية حياء التراث الإسلامي ولجنة الغارة الإفريقية وجميع المتبرعين والمساهمين لهذا المشروع المبارك بنجاح عملية حفر بئر الارتواز لصالح هذا المشروع المبارك مشروع مزرعة الخير حيث تم الوصول إلى المياه كما ترون في هذا الفيديو أيها الأحبة ويستفيد من هذا المشروع المبارك الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل وغيرهم ولحسن الحظ يقع هذا المشروع في موقع متميز جدا حيث جاوره مركز للأيتام ويسكن في منطقة المشروع الفقراء والمساكين وهو صدقة جارية يستفيد منه الأجار القادمة وحيث أن أغلب المزارعين في هذه المنطقة يزرعون في مواسم الأمطار فقط فهذه المزرعة سوف تزرع طوال سنة إن شاء الله وتتم زراعة الخضروات مثل الطماطم والبصل والفلفل الرومي والكزبرة وغيرها والفواكه مثل المانجا والبباي والبطيخ وغير ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل من ساهم في هذا المشروع المبارك خير الجزاء وأن يغفر لوالديهم ويبارك لهم ذرياتهم وأن يسقيهم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويبعد عنهم كل شر ومكروه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه